صباح الخير أحبائنا المشاهدين والمستمعين عبر إزاي صوت المحبة وتليفزيون المحبة بهالوقت المباشر وضيما من بيت عنيا بحريصة لنواكب أعمال الجمعية السينودوسية القارية حتى من خلالها نشهد لحضور الله ونقوم برسالتنا كمؤمنين ملتزمين بقلب الكنيسة اليوم قديش مهم نتذكر محبة الله لألنا لنكون شهود لمحبته قديش بدنا نعيش هذه الشراكة الشاملة نوعى وندرك ونقدر مواهب الرب اللي عطانا إياها لكل إنسان بمفرده وكل حدا منا هو بعيون الله مميز وقدام نشتغل على هذه الطاقات والمواهب قدام نغني جماعتنا وكنيستنا ومنختبر ومنعيش المسئولية والسلطة منعيد بناء العلاقات بين أعضاء هذه الجماعات المسيحية الموجودة في كافة الأماكن منعزز ومنقتفي ثمار الخبرة السينودوسية الحديثة اليوم إذا بدنا نحكي عن هذه الخبرة السينودوسية بدنا إيمان بدنا صلاة بدنا إصغاء بدنا حوار وبدنا يكون عنا عيش حقيقي لكلمة الله نعرف الكلمة إنما كيف عم نعيشها ونطبقها بحياتنا اليوم نتعلم من هذه العلامات اليوم الحاضرة بحياتنا تنكون كنيسة سينودوسية كنيسة منطلقة كنيسة مشرعة الأبواب هيدا من فرح الإنجيل اليوم بدنا نرحب بحضور ضيوفنا اللي عم ينضموا لقلنا طبعا نحن باليوم الثالث لأعمال الجمعية وكل وقت مباشر وكل بث مباشر عم نكون مشاركين فيه ضيوف مشاركين بهذه الجمعية بصرني رحب بحضور سيد كلار سعيد من اللجنة التحضرية للسينودوس القاري صباح الخير كلار برسول ومعك بدنا نحكي عن المرحلة اللي سبقت هذا السينودوس يعني المرحلة التحضرية لنكون اليوم مشاركين على مدى خمسة ين نحن مثل ما بتعرفوا هلأ السينودوس موجودين فيه من عدة بلدين وكان الشغل هي منا منهجية كتير هينة كانت كنا عم من أول شي حضرنا بأبرشياتنا اجت الوثيقة من روما وثيقة التحضرات حضرنا بأبرشياتنا وطلعنا كل الأصغاء اللي سار والمشاركين اللي سارت طلعنا بعتناها على المجلس بطارك والأساقف لكل بلد وهو كمان حملها وبعتها على روما بروما طلعت الوثيقة التحضرية الجماعية كان فيه تقريبا شي ثلاث تجميع الأقترقامي رح يجب من بعده وشارك بالخلاصة صار فيه تجميع مش خلاصة صار فيه تجميع لكل اللي سار بالبلدين العالم شون حكا وشون قال ورجعت هالإذا بدك الريزونانس الاشياء اللي نقالت رجعت لنا بوسيقة ونحنا مطلوب مننا هلأ كان بأبرشياتنا وببلديننا أنه نكون عم نرجع نقرأ هالوسيقة اللي رجعت ونقول نحنا وين وين نلاقي حالنا أنه فيه مواضيع بتحكينا وين فيه مواضيع بتخلنا لنا توتر وشو فيه أشياء ما نحب نكون عم بتكون أولوية تنطلعها على لأنه رح يصير فيه سينودوس بأكتابر الجاة بـ 2023 للأساقفة لحتى يكونوا عم بيشوفوا تطلع الأنسرومنتيس لبوريس الأمور العملية اللي بدأت تكون عم بيرجعوا يبعثونا إياها على الأبرشيات لحتى نكون عم نشارك فيها نعم يعني هالمرحلة اللي بتسبق ومرحلة تمهدية لنوصل بالآخر يكون فيه خلاصة ونتيجة لكل هذه الأعمال واللقاءات من خلال حلقات الحوار اللي صارت وحتى رفع تقارير من قبل الكنائس مجتمعا اليوم نحنا سينودوس قارة وكل قارة بحد زيتا شرق الأوسط خصص لقاله واحة خاصة مع معاناة شعبه لأن كل الشعوب هذه الولدان عم بتعيش معاناة قدي فيه كمان قواسم مشتركة ما بين هذه الشعوب هلأ نحنا حاليا بهول الخمسة أيام صار فيه بالأول إصغاء لتقارير البلدان ورجعت البلدان قعدت مع بعضها يعني وقت أقول بلدان يعني ست أو سبع كنيس كاتوليكية الموجودين بالبلد قعدوا مع بعضهم وهيدي شغلة كتير جديدة علينا إنه نكون من زيت البلد كل الكنيس مع بعضها قاعدين لحتى يكون عم نفكر مش بس مستوى كنيسة عم نفكر مستوى بلد مستوى شعب الله كيف بده يكون بهالبلد هيدا شو هن التحديات وشو هن الأشياء اللي بيحب يكون عم بيوصلها لحتى بالفعل نعيش مشاركة بالبل الكنيسة فصار فيه أول نهار صار فيه لقاءات بالبلدان رينا بتقارير تابعولنا وجعنا أضفنا عليها شو منحب نكون عم نزيد وعم بيصير فيه كمان حلو كمان عم بيصير فيه مجموعات بنسميها المحادثة الروحية يلي هالمجموعات مقلفة من علمانيين وكهنة وإكليروس وبطاركة كمان عوشودين معنا على من حي هالمشاركة الحلوة والمتواضعة على بطاركتنا عم بيكون من مختلف البلدان من مختلف الكنيس بقلب مجموعة نحن مقصمين لعشر مجموعات وكل مجموعة هي فيها عناصر كتير مختلفين من جميع من الفئات من البلدان أو من الكنيس لحتى كمان نقول شو الصدى يلي عم نسمعه من بعضنا ونجمع هالصدى هيدا لحتى ننقله لكنيسة الكنيسة الجامعة قدي اليوم العمل عمل موحد بعيد عن المنافسة منقول قدي نحن مشاركين فعليا بهذا السينودس القاري كتير حلوة اللي عم نعيشه الصلاة والاصغاء بالفعل يعني عم يكون فيه أوقات عم نصلي مع بعضنا وهالصلاة عم تخلق فينا روح أنه نصغي بدون ما نعمل أحكام على غيرنا أو ننتقد غيرنا أو عم يكون فيه نوعية أصغاء لأنه مبنية على المبنية على الصلاة عم يكون فيه أصغاء وإيجابية حتى لو كان الشيء يمكن أنا ما بيحكيني أو نافر لإليه عم بكون عم بقدر أصغي وعم بقدر كون عم بعمي عم بميز إنه هالكلامي اللي عم بيصير وعم بعيش الأوباتية عم بفهم غيري شو عم بعيني عم نقشع كتير عم نسمع كتير بدون معرفة سابقة اليوم الكل عم بيتعرفوا على بعضهم لأول مرة هيدا اللقاء الأول للجميع تقريبا يعني نشوف قدي شغلة المسافات لغت يعني بطلت المسافات هي اللي عم بتتكون حاجز حتى اللغات يعني منقول قديش كمان اللغات مختلفة قدي هيدا الموضوع سهل إذا كانت كلمة الله هي الجامعة لأنه عم نعيش يعني بحالة صلاة عم بيكون عنا الصبح صلاة صباحية قبل ما نبلش كل موضوع عم بيكون عنا كل حلقة ما عم نكون فيه مواضيع أبو ما يكون فيه مشاركات يعني كمان عم نكون بالصلاة عشية عم بيكون بيحكين عنا صهري التوبة كمان كانت مهمة وصمد للأربان بقى هالتفاعل بين الصلاة والإصغاء هالتنوع يلي جاي وهالاختلافات يمكن عم نكون حطينا كلنا قدامنا عم تكون قدامنا وعم نصليها وعم نقدمها الجو كتير حلو يعني عايشين حالة عنصرة كتير حلوة يعني اليوم ديوفي مبارح أحدهم ذكر إنه هيدا نوع من الرياضة روحية أو خلوة روحية بأي أكيد أديش هي بالحقيقة خلوة روحية في مساحات للصمت مساحات للصلاة مساحات لطرح المواضيع أو للنقاش وهل اليوم نقدر نقول ثمار ستجنى في مدى قريب؟ الأول شي بقول أنا الثمار فينا نحنا هلأ المشاركين يعني عشنا حالة جديدة تنوع جديد عشنا وعم نشهد عليه وأكيد نحنا رح نروح بنا نكون عم نشع برة بكنيستنا لأن كلنا أشخاص اللي موجودين أشخاص ملتزمين بكنيس وإن كان أكيد الكهنة والإكليروس كله ملتزم ونحنا العلماليين يعني موجودين ملتزمين بقى أكيد بده يكون فيه إشعاع من ورا هيك الحلو هون عم نعيش خبرة الاستسلام لعمل روح القدس يعني مش دايما بتختبرية هذه الشغلة بقى هون عم نكون أنه حتى البرنامج ما فيه برنامج محدد كان بالقبل أكيد فيه أوقات وشو منهجية الشغل بس أنه مثلا كل يوم بيوم يكون عم نحس ونشعر ونسمع شو الأصداق اللي موجودة وكيف عم تتطور الأمور والحركة الجماعة ونكون عم نقز مثلا باريح ما كان محدود أنه بنعمل ساعة صلة شخصية قبل أول ما بلشنا باريح يعني بيصير فيه تعديد بالتمييز نعم بالتمييز صار فيه أنه هلأ الجماعة بحاجة لحتى خلاص توقف تحكي وتكون عم تصلي دونك يعني صار فيه ساعة صلة شخصية قد هيدا ممكن يكون مفيد وإضافة لمنهجية تكون لبرنامج كاللجنة تحضيرية إيه الإضافة لأنه نحنا مطلوب مننا أن نكون عم نخدم هالجماعة لحتى تكون عم تصغي لبعضها وتصغي لصوت الله لروح القدس شو المطلوب مننا لحتى تكون كنيستنا بالفعل شاهدة ومتجددة ومبشرة بقلب عالمنا يلي هو كتير صعب كل بلديننا يعني بتبكي وقتها تسمعي العراق وقتها تسمعي سوريا عذاب الأشخاص كيف عم بيكون يعني فيه ضغوطات قوية يعني أكتريتها أمور حياتية معاشة أكيد أنه لأنه الإنسان يعني يلي عم بيصير فيه عرض للواقع وهالواقع كيف الكنيسة هي بدأت تكون عم بتواكبه وعم بتضمت جراحه مثل السامري الصالح يعني هيدا دورة قد يليوم الكنيسة قريبة أنت كعلمانية كلير موجودة ملتزمة بقلب الكنيسة قد يبتشعر بقرب الكنيسة من أبنائها نحن هلأ هون يعني أنا شخصيا عندي خبرة نشكر الله كنيستة يعني حضلتني بحس أنه أكيد قريبة كنيستة مني كتير بحسها هون كمان عم نعيش حضور للسدات البطاركي والمطار كتير قريب منها يعني يعني قد هيدا الحضور بيعبة فراغ عندنا سكتار اليوم حسين حاله مهمشين وبعيد أكيد يعني كمان هيدا صعوبات إذا بدك السلطة الكناسية يلي هي بتحمل على ظهره كمان هموم الأمور الحياتية عم بيحكوا أنه نحن عم نصير صلنا للإغاثة يعني وين دورنا أكتر يعني عندها همومة هلأ مثل كل شي في ناس بالسلطة الكناسية قراب وفي ناس بعات يعني مثل بيعني بس في كمان شريحة كبيرة من إذا بدك الأبائنا اللي عم بيكونوا كتير قراب وفي ناس يمكن ما قدروا يكونوا ما عايشوا خبرة أنه يقربوا من العالم كمان هلأ خصوصا شعوبنا كتير عايشة بأزمات قوية يعني ما فينا نقول إنه الكرايز كتير هاينا يعني هلأ كرايز قوية اللي عم نعيشها ففي أكيد تملموا اللي من الناس وحاجات كتيرة عم تطلع ويعني عايشين خطة كبيرة مش صغيرة بس التفتيش عن فردون إنه كيف الكنيسة بتقدر تكون قد ما فيها تكون مصغية عم بتضم جراح عم بتعطي الكلمة يلي بتعطي أمل كمانا يلي مسنودة على إشالة حتى بتعطي أمل نعم أدي اليوم لكنا شعب بيترجى مترجين ومتأملين خير وعننا انتظارات من بعد أنعقاد هذه الجامعية القارية الناس ناطرة وأدي الكنيسة بدأت ترجع لحبه الأول لخدمتها لكل مؤمن يكون عن جد عم بعيش المسيحية الحقيقية مش فقط تبقى بحدود الكلمة والأول يعني ما فينا نكون كتير إدياليس ونقول إنه من بعد هيدا المؤتمر هيدا الجامعية رح يتغير كل شي ورح تنقلي بالأشياء بس هي أهمية هالمحطة أنه الكنيسة عم ترجع تعيد كراءة مسيرتها وكيف هي عم بتجاوب على طلبات الناس الروحية أول شي والاجتماعية ما فينا ننكر إنه إحنا هون باللبنان كنيستنا عملت كتير يعني عملت كتير شغل إنه إحنا يمكن شوي من نق وحقنا يمكن نق بس إنه إذا طلعنا مظبوطة ما منلاقي غير الكنيسة هاي اللي عم بتساعدنا بالأمور المادية يعني إن كان الكنيسة هون أو الكنيسة الخارجية هني اللي عم بيساعدونا بقى تيتغير شي بعصة سحرية نو مش عصة سحرية هي محطة من هالمحطات كاللي الكنيسة عم توقف وتقول كنيسة يعني السلطة الكنيسية والعلمانيين شعب الله كله عم بيقول نحنا كمالعلمانيين عنا مسؤولية كيف فينا نكون حاضرين أكتر لحتى نسند بعضنا ونعيش هيدا التضامن هيدا الأخوة نكون عم نعيشها نجعل عالمنا فيه سلام أكتر فيه أقل جروحات فيه أقل بس هاي محطة مش كاللي مش الجواب ولا هيدا مرحلة لأنه كمان هذا السينودوس مراحل من مرحلة لمرحلة ومع قديسة البابا فرانسيز كمان يمكن ما بعرف يمتد ويطلع فوق الـ 24 أو لأ اليوم نقول بالـ 24 بيكون ختام أعمال السينودوس الميزة فيها عم بيقلنا تعووا سوا نفكر بالرسالة والمشاركة والشركة اللي عم نعيشها تعووا تنفكر سوا ما حدا يضال برا تعووا كلكون كيف رح هيجوا الكل كيف رح هيكونوا الكل بنفس الحضيرة نحنا مبارح يعني بول اليومين عشنا شي حلو أول نهار كان فيه أشخاص غير مؤمنين أو ما يعني ما فيه إيمان شخص جا كان حاضر وعطى رأيه مبارح كان فيه أشخاص عندهم إعاقة جسدية وشوي عقلية كمان عطيه كان فيه شاب مش يعني عادة إيمانه كتير عادة هو تلميذ بسيكولوجي إجا كمان عطى رأيه وقالنا الأمور يعني حلو اللي حللنا شو كنا عم نحكي كان مصقب البلانيار وحلل شو عم نحكي بقى فيه يعني فيه كتير نوعية هالجمعية هاي بأنه فيه حضور لأشخاص غير يعني حضور شخص بيكون عم حاضر عن فئة معينة كيف اللي يكون حاضر عن فئة معينة بتفكر بنفس الطريقة بس المهم إنه هي الجمعية تسمع لحتى تكون هي عم بتفكر كيف تسمع يعني نحنا في حالات أصغر عم نسمع شو بيفكروا الناس فينا كيف إذا مظبوط عم نفكر ولا لأ هالإنفتاح للعالم يعني هالخروج إلى يعني إذا تتلبى المطالب فيه ما بعد يعني اليوم عم تسمعي شكوى عم تسمعي تململ عم تسمعي طلب ملح قدي اليوم الوقت بيسمح نمدد وننطر والناس بحاجتها الملحة كيف بتتلبك؟ يعني أنا بقول إنه الكنيسة منا هي الدولة نعمل دائما إن كوفيزيون إذا ما طالب الكنيسة حاضرة إنه الكنيسة عم بتكون حاضرة إذا طلعنا برعايانا وطلعنا بالمؤسسات الكنيسة عم بتكون حاضرة للخدمة إذا هيدا هو المحل بس إحنا هلأ هوني عم نصغي لهيك وعم نقول كمانا إنه حياتنا روحية وعم نرجع نعمل إعادة كراءة لتصرفاتنا وللقراراتنا وللعمل مع بعضنا عم نرجع نعمل هالإعادة كراءة هلأ شو في طلبات يعني أكيد بفيه إصغاء اللي عم بيقولون للأشخاص بس كمان هوني مش إنه رح يكون فيه رد على إشياء معينة ما بعتقد يعني هيدا حالة عم نعيشها لحتى نرجع تكون أكتر فعالية بشهادة هيدا اللي عم بيصير نعم أدي التضامن للإنسان اليوم أمر مهم ومفيد من الضامن مع كل الناس اللي عم بيعيشوا عم بيقطعوا بزرف معين أو عم بيكونوا بمرحلة دقيقة من حياته قديش هالنقطة أساسية اليوم بحياتنا كمؤمنين والسينودوس عم يترقلون أكيد ما إلا معنى أنه أنا كون مسيحي ومغمض عيوني عن حدا حدي مش بحاجة أو موجوع هيدا ما يعني شو يعني أنا مسيحية إتيكت أكيد أنه يعني التضامن كتير مهم أنه يكون عم عم تتحرك أحشائنا وقتا نشوف حدا بحاجة بأي نوع من الأنواع أكيد هيدا يعني هيدا واجب أنه هيدا بحياتنا المسيحية هو المحبة والأخوة يعني هيدا ما فينا ننظهر بلايها كلار تنوصل نحن وديك لختم هالفقرة وحديثنا معك أنت اليوم شخصيا على صعيدك الخاص باللجنة التحضيرية للسينودوس واليوم ما بعد السينودوس كيف بتقري الأحداث وهل من كمان تقييم لكل اللي رح يمره ورح بيصير يعني أول شي هو نكون عم نصلي نكفي نصلي يعني ما فينا نكون عم نظهر بس نتكل على الحكي وعلى التوقع يعني بنكون دايما ننشط حياة الصلاة وعلاقتنا بأله لحتى نكون عم نخلق هالرجاء فينا هذا اللي لازم يعني هذا بتصور أنه اللي رح يقوى أكتر أنه نكون وفيه أكتر انفتاح على أنه كنيسة لازم تكون عم بتخطط أنه كيف بدا تكون بحالة الكريزة يعني اللي موجودين فيها شعوبة بالشر الأوسط وبلبنان كنيسة عم بتخطط كيف هي تكون عم بترد لحتى تكون شاهدة وعم بتترك شعبة وشبابة بقلب البلد وكنيستها عم بتكون عم تقدر تكون مصغية ومحبة وشاهدة فهي دولة مسيرة وأنا بتصور حضور البطاركي موجودين هون والديسبونيبليتات أبعيتهم لكل هالوقت هي لحتى أنه يعني مش عبس هنا عم بيصلوا كمان وعم بيفكروا معنا وعم نشتغل سواء لحتى إلا هالإكو عم بيوصل يعني وهالمسيرة عم بتصير وبدو يكون فيه أكيد عمل الروح بدو يشتغل وبدو يكون عم بيغير ببعض المحلات أكيد أنا بدي أشكرك على حضورك وأتمنى لكل التوفيق ويعطيك ألف عافية على كل اللي عملتو واللي رح تكملوا فيه كمانا على أمل نجنة سيمار كلنا اليوم كمؤمنين بالشرق وبيكل العالم شكراً لك للسعيد من اللجنة التحضرية للسينودوس القارة فاصل أحبقنا ومنتابع إحنا ويكون من بعده مع أبونا جابريال ألفريد الهاشم كمانا من اللجنة التحضرية للسينودوس القارة تابعونا من بعده اشتركوا في القناة